وسمى نبيه المدرب العام لنادي الزمالك والمقلب بالقلاد الفنية للفريق بشكل مؤقت عقد جلسة متولة مع أحمد عبد المقصود المدرب المساعد قبل الإعلان عن قائمة الفريق أمام فيوتشار رقم 10 عارف كواليس الجلسة اللي استغرقت ساعة تقريبا وسمى نبيه تفق مع أحمد عبد المقصود أنه عايز يستغل اللعبين الخبرة وكبات الفريق في تحفيز اللعبين وعودة الثقة لهم وبالفعل اتكلموا مع شكبالة وحاز إمام وعبد الشافي وطلبوا منهم تجميع اللعبين وتحفيزهم ويعني قالوا لهم خلوهم يبقوا مركزين جدا الفترة اللي جاي عشان الفترة اللي جاي أكيد مش فترة سهلة علينا كلنا وده شغل وكلام محترم جدا